موسيقى وعلى رأي زملائي علشان الظهر لحظة ان انا بستخدم لازمة امي على كلن صحة عطية على كلن لقطني المهم هو فعلا على كلن الاول ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير على كلن يا سادة يا كرم انا بعتقد كتير جدا انه المجتمع الدولي اي حكومات المجتمع الدولي بتراهن قدر اللي استطاع على الوقت بيرهنوا على اي وقت بيرهنوا على انه الشارع الرأي العام اللي موجود فيه العواصم زي ما حضرتكم كنتوا لسه بتتفرجوا هيجي عليه وقت ويبدأ يزهق ويهدأ ويبدأ او تبدأ المظاهرات دي تقل وتنحسر الى ان تختفي وبعدين يبقى خلاص شكرا كل سنة واحنا طيبين مفيش ضغوط من الرأي العام نبدأ تاني نتعامل وكأن شيئا لم يكن ويدبح الفلسطينيين عادي والاسرائيليين يكملوا فيه مدابحهم زي ما هم متعودين وزي ما هم بيحبوا وبيستمتعوا عادي وما فيش اي مشكلة خالص بس الحقيقة وعلى ما يبدو انه الضغوط الحقيقية اللي بيمارسها الرأي العام من جهة واسمح لي ان انا اقولك والضغط اللي مارسته مصر تحديدا من جهة اخرى ودي حاجة الحقيقة بقدر ما تدعو للاعجاب الشديد بالقدرات السياسية بتاعت مصر بقدر ما تدعو للغرابة هتقول لي وايه الغرابة هقولك الغرابة ان واحد زي حالاتي كنت اظن ان دول كتير جدا هتبقى وقفة معانا من اللحظة الاولى لاجل انقاذ الفلسطينيين وانا ما بحبش كلمة انقاذ غزة خالص لانه هي مش غزة بس لتحت القصف لانه اتضفة كمان تحت القصف لانه اي فلسطيني معرض في اي وقت وفي اي مكان داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة ان لم يكن للابض عليه فهيبقى للتعذيب وان لم يكن للتعذيب فهو معرض للقتل فهي دي الغرابة الحقيقية هو فين كل الدول من انه يخدوا معانا نفس دات الموقف ممارسة كل الضغوط الممكنة علشان نقدر نصل الى هدن نقدر نوصل الى ممرات امنة مصر هي اللي او هي المركز اللي بيقوم كل زعماء العالم للاتصال بيه وفي نفس الوقت مصر برضو هي نفس دات المركز الذي يحرك كل مؤسساته للضغط على كل الدواير الممكنة في امريكا في بريطانيا في فرنسا في اسبانيا في ايطاليا في المانيا قدر الاستطاعة لاضاحة صورة حقيقية عما يحدث ولإقناع هذه الدول هذه النظم هذه الحكومات او هذه الانظمة بانه اللي بيحصل كرسة وهتؤدي الى كرسة اكبر وهتوصل لهم هتوصل لهم بل ان انا اقدر اقول حقيقي مش هزار يعني وبكل تواضع وانما ايضا مفتخرا انه الاعلام المصري كله الحقيقة لعب دور مهم جدا في ايصال صورة حقيقية واقعية قريبة جدا عما يحدث وده يمكن ساهم اوي في انه الرأي العام العالمي يتحرك الرأي العام مش المجتمع الدولي الرأي العام وده الفرق المجتمع الدولي ده هم الناس الكبار اصحاب الياقات البيضاء انا عندي هنا الزرقاء اصحاب الياقات البيضاء كرفتات الشيك اما الرأي العام فهو الناس اللي زي حالتنا كلنا اقدر اقولك انه بالمتابعة من التقارير الصحفية وتحديدا من الصحافة الاجنبية في لخبطة والابان جوه الكونجرس والابان بالمناسبة ده هو الابان جيد يصب في صالح القضية ولو نوعا ما الابان يتجه نحية انه لأ احنا كده بقى لازم نوقف امدادات السلاح للاسرائيليين الابان بدأ يخلي الدول نظم الحكم الاوروبية تبدأ تعيد تفكير مش في علاقتها مع الكيان الصهيوني المحتل لكن تعيد تفكير في طريقة التعاطي السياسي والاقتصاق الى اخير مع الكيان الصهيوني المحتل نفس اللي بقوله لك في اول الحلقة اللي كنت بقوله مبارح واللي غالبا بقوله بقالي تقريبا النهاردة اربعين يوم الشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا والشكر لمصر ثانيا اراد من اراد قبل من قبل اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه هو حر مفيش حد يشرب من البحر ولا حاجة بس ده الواقع السياسي اللي موجود وده يخليني اطرح سؤال على اي حد متشكك في اللي انا بقوله ما تيجي نعد نشوف كويس من يوم 7 اكتوبر لحد النهاردة احنا نهاردة كم 16 صح؟ ولا 15 15 15 نوفمبر اربعين يوم حجم الحيوية السياسية التي متعت بها القاهرة بمعنى لازم تشوف زي ما قولك كده شوف التايم لاين يعني بص على جوجل اذا حبيت وشوف اعمل صورت كده بالشهر الاخير 30 يوم هو هيطلع لك يا شهر يا سنة يا اسبوع يا 24 ساعة يا اما ساعة واحدة خلينا شهر وعايزك تشوف مصر خلال الشهر حصل فيها ايه يعني كام حد كلم الرئيس كام حد جه لمقابلة الرئيس مصر كلمت كام حد مصر اتعملت مع كام جهة الاخ 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 انا بكلمك على المستوى الرئاسي عاوز تاخد على مستوى وزارة الخارجية المستوى الدبلوماسي المباشر من الخارجية المصرية الى اخره وقارن ده باي دولة تانية في العالم مش في المنطقة بس باي دولة تانية في العالم هتجد انه القاهرة هي العاصمة الاكثر حيوية سياسيا والاكثر فاعلية في هذه الكارثة ما اسمهاش ازمة الكارثة الراهنة لو عملت الواجب ده او لو عملت التمرين ده ومش هيخب منك وقت بالمناسبة هتدوس على الزرار بس هتكتشف ان اللي بقوله صح مية في المية مش تسعة وتسعين وتسعة من عشرة لا يقبل اي شك او تأويل وخد بقى ده وابدأ قرنه باي عاصمة اخرى في المنطقة في العالم في القارة في الجن الازرق زي ما انت عايز هتجد وده شيء مؤلم فرق السماء والارض وتكاد تكون هي نفس الفروق اللي ما بيننا وما بين اي دولة في حجم المساعدات التي تقدم لاهلنا في فلسطين شونا انا برح كنت تقولك احنا اكتر من 80% من المساعدات اللي تم تقدمها لاهلنا في فلسطين مصري طب هو انا اغنى دولة طيب في الحال بقى السياسي هو انا اقوى دولة في العالم طب انا صاحب اقوى جيش في العالم طب انا صاحب اكبر نفوس سياسي في العالم بالطبع لا انا اكبر جيش موجود في المنطقة انا اقوى نفوس سياسي في المنطقة على الاقل لكن عمليا في هذه الازمة في هذه الكارثة بسبب هذه المذبحة تجلى امام الجميع اخد بالك بقى عشان تعرف المعادلة بتبقى ماشي ازاي انه مصر اقوى بكتير مما كان الكل يتصور ازيدك من الشعر بيت اقوى بكتير مما كان شخصي المتواضع كمواطن مصري غارق في حب هذا البلد متهم طول الوقت بالشوفينية تجاه وطنيته وبلده اكبر مما كنت اتصور انا كمان طيب عايز بقى تشوف المعادلة كل ده اصلي فيه ناس عاد تقيس الحكاية ازاي يقولك ايه الاوضاع الاقتصادية اضعفت مصر واصل مصر وضعها الاقتصادي مش قد كده فائل حقيقة قدرتها على التحرك السياسي وقدرتها على توسعة دوائرها الحيوية وفاعلية دورها السياسي وفيه ناس تحب تتفزلك وتقول شوية كلام فعلا ملوش علاقة ضعفة طيب يعني انت شايف انه الوضع الاقتصادي المصري اضعف مصر جدا جدا ايا كان فنان اللي بقول ده مين يعني سبحان الله يا اخي فظل الوضع الاقتصادي الصعب جدا ده جدا ده واحنا اقوى بلد سياسيا في المنطقة بالكامل بل احنا من اقوى البلد سياسيا في العالم يعني لو جيت بصيت كويس هتشوف ان الدور السياسي المصري في هذه المصيبة يكاد يكون اد يكاد يكون عشان يبقى برضو محق ويبقى فيه شيء من الدقة في الكلام يكاد يكون اد الدور بتاع الولايات المتحدة الامريكية القاهرة واشنطن واشنطن القاهرة عارف اللي هو رايح جاي القاهرة بتضغط على العواصم الاوروبية اسف واشنطن بتضغط على العواصم الاوروبية والقاهرة تقدم ضغطا معاكسا على العواصم الاوروبية وهكذا ده اللي بيحصل اذا عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة ايا كانت جنسيتك مصر فاضعف احوالها قوية ومصر دلوقتي مش فاضعف احوالها ولا حاجة خالص برحمة ربنا اولا مصر ما بتضعفش ولما ربنا يسبب الاسباب ويبقى في ناس قلبها على البلد بجد وعاوز اتحرك البلد لقدام طول الوقت ومش عاوزين يبقوا سلبيين وينقوا بنفسهم عن اي مشاكل في المنطقة ويبتعدوا عن اي شيء ويعني خليها كده ماشية زي زمان من الاخر يعني لا في العشر سنين دول لا ده ربنا سبب الاسباب فمصر فعلا شكلها بالنسبة لي في خيالي كده عاملة زي ابطال الملاحم الاغريقية يلا طيب حضرات لك مسأل بسيط النهاردة استقبل فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير القوات المسلحة الفرنسية سباستيان لكوغنو طيب الرئيس قعد مع الجنرال سباستيان وبدأوا يتكلموا بتكلموا على ايه؟ طبعا على الوضع الراهن التطورات اللي بتحصل في قطاع غزة بمنتهى التحديد الرئيس اكد على يجب تجنب التساع دايرة الصراع والتصعيد في المنطقة وهنا اقدر اقول لك حاجة يا لطيفة بصوا يا سيداكر لو الوضع بتاع غزة ده فضل المستمر بالطريقة دي هو هتتسع دائرة الصراع طيب في ناس مش فهمة ماذا بعد التساع دائرة الصراع يعني الميليشيات اللي موجودة في المنطقة يعني هتبدأ تنشط وهتبدأ تشتغل وما الى ذلك طيب ده معناه بمنتهى البساطة بالنسبة للأوروبيين يعني موجات من الهجرة غير الشرعية على أوروبا وهجرة شرعية معناها انه ما حدش عارف اللي مسافر ده قصته ايه يعني الخوف كل الخوف على أوروبا من موجة إرهاب عاتية وده كلام يفهموا الأوروبيين الأمريكان كما جرت العادة بيننا وبينكو كلكو محيط فيش حاجة اسمها هجرة شرعية من العالم القديم الى العالم الجديد مفيش مين اللي هيعدي المحيط بمركبة ولا لنش بفلوكة يعني لكن في المتوسط بحيرة طيب إذن عشان بس تبقى فاهم طيب من ناحية تانية أيضا في خامة الرئيس استعرض للجنرال سباستيان كولوكورنو الجهود المصرية المكثفة علشان نقدر نوصل لوقف إطلاق النار إدخال المساعدات الإنسانية التي لم تتوقف أو بالأدق لم ينغلق أمامها معبر رفح على الإطلاق وزي ما بيقولك ولو ساعة بالإضافة لده استقبال المصابين من أهلين الفلسطينيين إجلاء الرعاية الأجانب طيب الوزير الفرنسي الحقيقة ثمن كفة الجهود المصرية المتواصلة وأشد بالدور البحواري والرئيسي المصري واللي هو شايف بمنطوقه وبمصطلحه إنه مصر تفعل ذلك للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم ده الدور المصري قدام العالم مصر هي القادرة على الحفاظ على أمن وسلام الإقليم الأوروبيين بدأوا يستوعبوا بشكل أبعد وأسرع بكتير وأكثر عمقا من استيعاب الأمريكيان الأمريكيان لسه بيشاوروا عقلهم بعض النواب أعضاء الكونجرس قاعدين بيفكروا يحصل شوية مناوشات خناءات ضغوط إلى آخره لحد اللحظة اللي إحنا فيها لسه مجرش شيء كبير مهم يخلينا نقول إنه الأمريكيان هيغيروا طريقة التعامل على الأقل خلال هذه الحرب وزي ما كنا بنقول إنه مجلس الأمن المفروض إنه هيصوت على مساودة قرار ونحن في الانتظار خليني هنقل بيك على الشأن المصري شوية عشان هنرجع بعد شوية كلام كتير جدا على اللي بيجرى في قطاع غزة اللي بيجرى في فلسطين لكن اللي بنتكلم فيه من القاهرة إلى غزة نهاردة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان عقد هو ونظيره التركي فخر الدين قوجة مؤتمر صحفي في مدينة معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج معالي وزير الصحة أكد أن مصر مستعدة لاستقبال أي جرحة ومصابين وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي وأنه ده إعلاءا لمبادئ الإخاء والإنسانية حقيقة وزير الصحة المصر يأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة خد بالك بقى من دي هي الدولة الوحيدة ده مش كلام يوسف ده كلام مسؤول ده كلام وزير الصحة في البلاد هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام في قطاع غزة واستقبالهم للعلاج وأن دي جهود مصرية خالصة خالصة في إخلاق ونقل وعلاج الأطفال داخل المستشفيات المصرية حقيقة معالي وزير الصحة كمان كشف عن استنفار كامل في هيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة مجهزة بحضنات الأطفال استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة فور ووصولهم لمعبر رفح وفي أي وقت الجهد مضني والمسئولية كبيرة بس ما حد واقف غيرنا مصر الدولة الوحيدة في تصريح رسمي من وزير الصحة المصري استأذنكم يا سيدة بعد إذنكم هنروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام تمت الموافقة على المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العالمين الجديدة غرب يعني في اتجاه مطروح معانا على التليفون سات المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء أهلا بيك يا فندم أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسك إزاي حضرتك إيه الأحوال كله تمام الحمد لله المشروع ده إيه أنا بالنسبة لي أشوف العالمين الجديدة أبتهج باللي هي فيه ده مدينة عالمية بحق يعني نعم نعم هتطوروا إيه تاني أمر يبقى فاقكة في هذه قولنا يا فندم إيه موضوع التطوير اللي هيتعامل فيه المخطط العامل ومشروع التطوير الوجهة السياحية غرب العالمين الجديدة طبعا مبدئيا هو انتداد دينة العالمين يعني المدينة العالمين هي المفروض على ساحل البحر المتوسط المدينة العالمين الحالية ده في 7 كيلو المخطط الجديد بيهدف لانتداد 7 كيلو آخرين يعني على انتداد ساحل تجاه مطروح وطبعا نحاية الجنوب طبعا هذا المشروع هو يهدف إلى وضع نموذج جديد في يعني في تنبيه الساحل الشمالي عظيم يعني دائما للساحل الشمالي واشكلته أنك أنت عندك مجموعة صورة يعني بتبقى مقهولة بضعة فهور في العام ومقهولة بقية الصن وما فيهاش كتبات صندوقية وعظامها مطروحة في الصندوقية طبعا فانت يكون عندك مكان أو عملية الإيجار بكده عملية صعبة وما لهاش آليات محددة الهدف أنك أنت تعمل منتجع سياحي متكامل أو مدينة سياحية متكاملة في المنطقة الغربية من مدينة العالمية اللي هما السبعة كيلو دول اللي هما السبعة كيلو دول حلو يعني على الساحل والمنطقة بقى الانتداد 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 ناحية الجنوب بالضبط هو طبعا المشروع نقدر نقوله أنه له مجموعة محاور يعني أو المخطط العام اللي هو مجموعة في حاول المحور طبعا السياحي اللي هو برضو بطبيعة الحال اقتصادي في نفس الوقت طبعا إنك انت بيبقى عندك يعني المشروع بيهدف إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكانية وفندوقية ما بين بقى وحدات سكانية ما بين فنادق متنوعة ما بين وحدات إسكان فندوقي ده المحور الأول وطبعا بيخدم على هذا الكلام بقى منطقة تركهية وتجارية ونادي ومطعم عائم وخلافه كل ما هو يخص المشروع بحيث أنه يكون متكامل الجزء الثاني هو الجزء الثقافي لأن في المخطط المشروع نبقى في حديقة تراثية ممشى تراثي ساحة سنون مكحف مصرح ومع كل جزء التصميم بيعتمد على يعني فكرة مدن الجيل الرابع أنك أنت يبعند عنصر الإستدام أنك أنت بتعمل مباني ذكية بتعمل محصص حدث معالجة مياه وتستخدمها في الراي وسائل نقلة آمنة فهو ده الفكرة العامة بتاعة المشروع والحقيقة يعني الهدف في الرئيس أنك انت بتستخدم يمكن منطقة يعني هذا الموقع متميز للغاية يمكن أكتر موقع متميز على سحل البحر المتواصل يعني يمكن متعيش مياه ولا رمل يعني بالواصفات والجودة بتاعة مجين الملتق وبالتالي يعني الاستثمار الجيد لها وإنك انت تجعلها مصص سياحي سواء للسياح الأدنرية وده طبعا ويوفر فرص عمل أو سياح أو سواء للسياح الداخلية لأنك انت يعني على السحل يعني في السحل الشمالي بيبقى صعب انت تلاقي أوتيل يعني بأسعار مناثة الضغط على الفنادق عالي جدا في السحل الشمالي مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغرفة الفندقية لليلة واحدة ارتفاعات تخض يعني فلو أنا زودت عدد الغرف الفندقية هيبقى سعيدها السعر في متناول شرائح أخرى بالضبط هيبقى في متناول شرائح أخرى ويبقى زي فكرة يعني المنتجعات في الحياة البحر الأحمر اللي هي طيب ده ده خلينا أسأل سات المستشار أنه أولا أول سؤال يجي على بالي هل ده هيبقى استثمارات مباشرة من الدولة مننا إحنا مصر ولا هتبقى استثمارات مطروحة أمام القطاع الخاص ولا مشاركة ما بين الجانبين يعني هو احنا في هذه المرحلة تم اعتماد المخطط العام فقط يعني المرحلة اللاحقة مسألة بقى التنفيذ يعني ما زال من يتم التطرق إليه لكن يعني لكن التخطيط والتصورات هتبقى إحنا التخطيط والتصورات لأنك انت يعني بتعمله هدف بحيث أنه يدر عائد ودخل يعني لمصر حموما حلو هل يمكن ده يبقى سؤالي التاني أنا مش عايز أطول لحضرتك والله أنا عارف أنه أكيد بتنام بدري جدا إحنا بتوع الليل وآخره فهل إحنا عاملين خطة وتصور لتسويق العالمين العالمين سياحيا سياحيا في الخارج طوال العام اللي إحنا شفناه الصيف اللي فات العالم عالمين حدث عظيم حطينا على الخريطة يعني العالم عرفنا خطة التسويق يعني بالتأكيد أصلا خطة التسويق هي طبعا يعني جزء أتاتي في التسويق لهذا المشروع بس طبعا إحنا يعني خلينا يعني نتكلم في مرحلة مرحلة أي من تأكيد مرحلة المخطط العام للمشروع لكن طبعا بيبقى فيه خطة تسويقية في الخارج وفي الداخل بالتأكيد لأن يعني أنا عايز أقول أن المقومات اللي تتمتع بها هذه المنطقة غير طبعية يعني هي تكتذب أي سائح بكل المقومات اللي فيها وممكن يبقى فيها الكثير من الأنشطة اللي هي التكملية التكملية للمجال السياحي يعني المجال السياحي فخطة التسويق هي أيضا في مرحلة لاحظة ما أقدرش أقول أن في خطة التسويق حالا لأن يعني لسه فقط سم اعتماد المخطط العام للمشروع أيه ولكن بالتأكيد الخطة التسويقية هي مكون أساسي في التسويق للمشروع طيب يعني دايما دخولينا كل المعلومات التي ترد سات المستشار هتبقى على قلبنا زي العسل ولو بقى فيه صور فيه حاجات زي إحنا يعني أنا أنا واحد من الناس من أكتر الناس المتحمسة على الإطلاق لمسألة العالمين والتسويق السياحي للساحل الشمالي الغربي ده كوجهة سياحية عالمية على مدار العام فأرجوك كل حاجة تيجي لسيادتك أرجوك بعت لنا وسوف تجد ما يصورك أشكرا أكيد لما بيبقى فيه أي حاجة يعني جديدة في هذا الموضوع إن شاء الله تكون متاحة لأنه الحقيقة يعني مشروع أيضا يعني يعني عايز أقول أنه مشروع متكامل يعني يحقق الكثير من السوائد يعني الحقيقة طبعا أشكرك جدا سيادة المستشار كل الشكر لسيادة المستشار سامح الخشن المتحدد بإسم مجلس الوزراء فعجالة جماعة بصوا بقى الأجانب لسه والله كنا نتكلم أنا والدكتور محمد فاتح يونس رئيس تحرمنا العظيم والأهمام والرائع المثقف موسوعي بالمناسبة أول الله هتلاقي أهل الوقت يعمل مكسوف ووشه بيحمر عشان سامعني الجو بتاعنا اللي في السحل الشمالي اللي هو حضرتك كمصري ويمكن كل المواطنين العرب يعلمون من ذلك هو جو لا يختلف عن اسكندرية فإحنا كلنا مصريين إخواننا العرب عارفين اسكندرية صف وشتاء وبنروح نتفسح فيها صف وشتاء فالسحل الشمالي هو هو نفس الجو فيش أي اختلاف يعني ولا تعتقد أنه يعني هناك تفوتات مزهلة درجات الحرارة تفرق درجة ولا درجة ونص درجتين يعني يوم ما تبقى زادت إحنا عندنا السحل الشمالي الغربي ده بالتحديد مش موجود على ساحل شمال إفريقيا إطلاقا مفيش منه مفيش منه خلقة ربنا منحة من ربنا لينا إذن بما أنه مفيش منه لن نحن على البحر المتوسط إذن مفيش منه في المنطقة بالكامل يعني في منطقتنا العربية مفيش ده الجو ده بالنسبة للأوروبيين عامل زي أغنية سعاد حسني الجو وربيع والجو بديع ولا في أي حاجة لا بالنسبة لهم ده برد والمطر ده بالنسبة لهم شيء عادي تافع جدا مش حاجة ناس دي عايشة في السقيع ناس دي لما بتشوف الشمس في فصل الشتاء مرة ولا مرتين يعني ناقص زغراته لو كانوا بيعرفوا الزغريت أنا مرة كنت في بلدة اسمها نيوبري في المملكة المتحدة في بريطانيا على بعد 35 دقيقة 40 دقيقة من لندن قرية كده أنا راجل ما بحبش الفانتازية أنا بتاع القرى والله بكلمكم جد كنت قاعد فيها فالدنيا شمست قل بك الجو سقيع درجة الحرارة يعني كانت تحت السبعة سبعة تحت الصفر ما تفهمش الغيوم انقشعت كده ساعة وظهرت الشمس هي مش شمس ظهر قرص الشمس كده والله العظيم كل القرية بتاعت نيوبري دي كله لقيتهم نازلين يا حبيبي ولبسين قط ولبسين لبس الرياضة قالوا قاعدين في الشوارع بيتشمسوا كنا يوم جمعة ولا حاجة لا كنا يوم سبت سبت قال نازلين بيتشمسوا وانا نازل لابس شتوي انا بقى مصري نازل لابس شتوي انا لابس بتاعبكم ومقفز وحاجة يعني ما اقولكش انا برداد درجة الحرارة لما الغيوم انقشعت والشمس طلعت درجة الحرارة كانت اتنين تلاتة حاجة كده فوق الصفر يعني اتنين تلاتة فانا طبعا برداد احنا هنا بنبرد لو درجة الحرارة خمستاشر فانت بقى متصور اذا عملنا خط التسويق عشرة على عشرة عشرة على عشرة لا هو الاجنب هيجوا هيجوا الحتة عندنا بتاعة العالمين الجديدة دي هذه المدينة الرائعة هي مجهزة بكل شيء مدينة خد بالك دي مدينة دي مش compound دي مش قرية من قرى السحل الشمالي دي مدينة زي ما انت شايفها وزي ما انت اطلعت عليها وزي ما انت رحتها الصفر اللي فات وزي ما اغلبنا وبعني الكلمة اغلبنا راح تفسح فيها وتمشى وشافها وعرفها وحاجات زكري هي مدينة للكل ما هيش السحل الشرير ولا السحل اللي مش عارف عامل ازاي مدينة جميلة مبهجة مجهزة فانت متخيل الاجنب بيحبوا ده بالمناسبة الاجنب اللي بيحبوا القرى السياحية ولا compound ولا كلمة الفارغ ده خالص الاجنبي عايز مدينة الخواجة عايز مدينة عاوز ينزل يتمشى في براح وامان ولطافة مش عاوز compound الخواجة كده صح يا صف صف كده طيب وعليه احنا جاهزين نسوق بقى نسوق ونسوق صح ونزبط الاسعار بتاعت الغرف الفندقية بتاعتنا للاجنب صح قوبة مطلة على البحر المتوسط دي سعرها قد كده عمل بالزبط كده زي غرفة مطلة على الهرم الاكبر المفروض وبالمناسبة الرجل المحترم جدا بالمناسبة وزير السياحة والأسار يتطفق معاه ده مرة اتكلمنا في دي في مرة من المرات الغرفة التي تطل على الهرم الاكبر دي المفروض أغلى غرفة غرفة فندقية في العالم لأن انت بتكلم على أهم وأشهر وأقدم أثر في العالم استغفر العظيم رب ده في ناس بيعبدوه احنا مصعرين وتسعير عجيب غريب مريب ما بفهموش أحبوش خالص ليه معرفش تقول لما بص على الابليكيشنز ولا الطبيقات بتاع الحجز الفنادة أقول إيه يمكن غيروا التسعير التسعير يا ولد يا يوسف يا يوسف فنروح بصص لا إليه أكتائب على طول والله العظيم احنا إيه ده اللي هو بيحركوا السعر مثلا إيه خمسمائة جنيه ليه ليه حرام عليك يا شيخ طيب الله يرحمه سعيد صالح أخذك لتقرير مهم جدا إحنا كنا بنتكلم عن هذا الحدث تحديدا اللي هو المتشاط بتاعيتنا هتتزاعة لأون تايم سبوت إحنا يعني بالتعاون ما بيننا كشركة المتحدة وما بين شركة أورا بص بقى أعلنت الشركة المتحدة عن الشركات الراعية شركاء النجاح بقى لحقوق بث مباريات المنتخب المصري الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكاس العالم عشرين ستة وعشرين طبعا علشان كل حضراتكو وده حقوق تتفرجوا على المباريات مجانا حققك تتفرج مش ده منتخبك اللي بيلعب لازم تتفرج حاجة ببلاش كده حقق منتخبك بلدك قنواتك حاجة ببلاش كده وبالمناسبة حق المنتخب علينا ان احنا ندعمه وبالتالي لما المباريات بتتزيع لكل الجمهور المصري هو دعم حقيقي لفريقنا الوطني علشان بإذن الله ربنا كريم وكبير وبالمناسبة احنا عندنا لعيبة يعني وبالمحمد صلاح طبعا ما فيش حد يختلف عليه وعندنا احنا عندنا جماعة أربع والخمس والست لعيبة في المنتخب محترفين في أدخل أنداف أوروبا تريزي جي وصلاح والنني مين كمان ومرموش صح أربعة مصطفى محمد خمسة فكروني كمان طارق حامد ستة ايه تاني حاجة كمان ستة حلوين ستة ماشي أنا موافر ستة يا عبد العزيق ستة حلو ستة أو سبعة يعني ستة أو من ضمن عشر لعيبة في الملعب زائد حارس مرمى بإذن الله بإذن الله هنوصل لكاس العالم مين عارف بقى جوة كاس العالم هنوصل لحد فيه ده ربنا كريم كل ده بالمناسبة يا جماعة زي ما بقولكو كده ساعة الشركة المتحدة الحقيقة ساعة جاد جدا جدا علشان ناخد حقوق بس كبرى البطولات القرية والدولية لأنه ده محتوى رياضي يلبي اهتمام حضرتك يلبي تطلعات حضرتك مش بس في مصر في الوطن العربي منتخب مصر يعني منتخب العرب يا جماعة كل الوطن العربي يعلم أسماء اللعيبة بتوعك بالاسم بيحبهم بالاسم يتهافت على مشاهدتهم بالاسم يحب اللعب بتقبئ أقولك اتفرج على التقرير تجد ما يسورك وبعدين نروح لفصل وهنرجع نكمل الكلام أقول للناس إن إحنا مش عايزين بس ندعم المنتخب وإحنا وراء شاشات التلفزيون إن عايزين لستادي بقى فيه 80 ألف إن شاء الله يحضروا المباريات ويسندوا المنتخب وبإذن الله أنا وصل لكاس العالم إن شاء الله أولا أنا سعيد بوجودي النهاردة معاكم مع الشركة المتحدة ومع التحدي الكورة في الإعلان عن إن إحنا حنزيع مباريات تصفيات لكاس العالم لكل الشعب المصري يمكن اتصالات إحنا بقى لنا 16 سنة في سوق المصري وكان لنا أدوار كتير في المشاركة المجتمعية في مصر ولكن السنتين الأخرانيين إحنا مركزين إزاي نقدر نبقى مشاركين مع الشعب المصري في الرياضة يمكن رعيتنا للمنتخب الوطني من شهرين وإعلاننا عن الرعاية وإزاي إن إحنا هنبقى جزء من المنظومة وإزاي إن إحنا كشركة تكنولوجيا نقدر نساعد في تطوير الرياضة المصرية هو طبعا التحديات مش هقعد عظم فيها أو كبيرة هي بسيطة أوي تقديم محتوى محترم مهني للمشاهد المصري وفي نفس الوقت على وعد بإن مش هتكون دي نهاية الحقوق إحنا لسه زي ما ذكروا في المؤتمر الصحفي الدور الأفريقي اللي كان شغال اللي شارك في النادي الأهلي إحنا أخدناه وأعتقد أن إحنا كنا على قدم المساعدة وكنا قدمنا محتوى محترم حاز على إعجاب المشاهد المصري لأن أنا يعني الناس تفرجوا علينا في المغرب وتونس والجزار الأشقاء كلهم كانوا بيتفرجوا على أنه بيتابعوها يعني أهلاً 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 وسهلاً بحضرتكو طيب الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري لا شك فيه الانتخابات الرئاسية أظن من وجهة نظر أي حد هي فيها وجوب المشاركة يعني أنت لازم بالفعل تشارك ولازم تدلي بصوتك وتختار المرشح اللي أنت عايزه طيب بالتأكيد بالتأكيد أن هناك مكاسب للسياسة يعني مكاسب في الشارع السياسي ومكاسب في المجتمع بشكل عام من السباق الانتخابي لكن كمان ممكن نحط مع بعض قصين كده الانتخابات الرئاسية دي الحالية في ظل ما يحدث في الأراضي أو على الأراضي الفلسطينية والانتخابات الرئاسية في ظل الدور العظيم الحقيقة اللي دايما بذكرك به وأشير يعني إليه بمنتهى الوضوح اللي بتلعبه مصر في ظل هذه الكارثة التي تحدث على الأراضي الفلسطينية فيبقى فيه عندنا الأمور متشابكات لو صح التعبير خليني هنا أرحب جدا 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 بضفنا العزيز الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن وعضو مجلس الشيوخ منوارنا الله يخليك عامل كل تمام زي ما كنت بقول المقدمة الانتخابات الرئاسية ما بين محلياتها وما بين ما يحدث في الإقليم من صراعات ما بقتش صراع واحد خلينا نقول أن أزمة غزة أكيد ألقت بزبالها كثيرا على الانتخابات الرئاسية على مستوى الاهتمام خلتها متراجعة يعني المفروض يكون الانتخابات الرئاسية يعني إحنا خلاص فضلنا مثلا بتاع 18 يوم والخارج يبدأ الخير فكان المفروض أن يكون الزخم أعلى لكن الانتخابات الرئاسية الأحداث غزة أثرت خلت الاهتمام المواطن المصري بالانتخابات الرئاسية رقم اثنين بعد غزة الفترة اللي فاتت وكمان قلقت بتفاصيلها على الانتخابات الرئاسية يعني يعني إلى حد ما غيرت أولويات الناس الناس اللي كانت قبل 7 أكتوبر مهتمة بالشأن المحلي بشكل كبير بقت مهتمة بالشأن الخارجي الناس اللي مش عايزة أقول يعني كان عندهم في حاجة موجودة على الأرض أحنا ما منحسش بالحاجة اللي ممكن ما مفتقدها فالناس حسوا قد إيه إن إحنا الحمد لله ربنا حمينا بالأمان الحمد لله إن ربنا حبانا بجيش قوي برئيس متزن ولديه رؤية فكل ده أثر على حتى حتى المواطن نفسه مش عايزة أقول أفكاره اتغيرت لكن اهتماماته اتغيرت أولوياتهم اللي بيشوف في المنطقة خلاه يتغير يعني لو حد عمل استطلع رأي قبل 7 أكتوبر عن اهتمامات المواطن المصري هيلاء الحاجة المعيشية أو الحالة المعيشية كانت رقم واحد طبعا وده أمر طبيعي ما حدش يقدر صحيح ينفي أو يهتم بي لو عملتها بقى من أول 8 أكتوبر لحد النهاردة هيلاء فكرة الاستقرار فكرة الأمن فكرة الجيش القوي فكرة الإنجازات اللي حصلت وممكن الناس ما كانتش طبعا أكيد الناس كانت حاسة بيها مقدراها بس أحيانا الناس في التعب اليوم بتنسى لكن اضطرت الناس تتذكرها خليني أتذكر أني أنا كاتب مقال في ممكن في 16 أو 17 كان الجيش بيفرغ المكان اللي على الحدود مع فلسطين وبعض الناس هجمت هذا الأمر وأنا حتى سعيدة كاتب المقال اسم سقوط النغبة على الحدود يعني الحدود لأنهم أم وصفوا أن ما يحدث من تفريغ المنطقة على الحدود حوالي 5 كيلو عشان يهد الأنفاق ويمدع أن يبقى فيه سكان ملتصكين بمنطقة ملتهبة زي غزة فالجيش فالناس هجموا القرار طبعا دي كانت رؤية الرئيس عفتاح السيسي لأنه فأولا الجيش هو الأمين على أهل سينة وهو أقدر واحد بيعرف تتعامل معاه طبعا فلما يجي يقول لهم تعالوا يا جماعة من المساكن دي هنوديكم مساكن تانية فهو أكيد مراضيهم وأكيد هم يعني أي واحد طبعا بيسيب بيته بيبقى ملتدايق لكن لما بيكون ما بيبقاش ملتدايق لما بيعرف أن ده المصلحة عام بيقل ديكم عشان برضو أكسر دقة مش 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 هتلاشة لكن هي بقى هيقل ديكم لكن طبعا لو حد بيسيب بيته عشان يعني استثمارات أو حقية ممكن يبقى ملتدايق لكن اللي بيسيبها الآن للأمن القومي طبعا أكيد مش هيبقى ملتدايق بنفس الدرجة بعد كده الجيش والمخابرات العامة عملوا صور على بود احنا عندنا حدود مع غزة حوالي 14 كيل فعملوا صور من صور واحد كمان عدة أصور طبعا الهدف أنت في النهاية عندك حدود الحدود دي لازم تحمي لازم تحمي عنك القومي وانت كمان كنت بيتواجه إرهاب يعني فخلصت على الأنفاء فضيت الحدود حوالي 5 كيلو يعني يعني عمك 5 كيلو على الحدود ما لهوش ولا ساكن فأي حد هيخرج من أي حد هتقدر تكتفه فرر لحد عمل نفع أنا طبعا كنا بنسمع بقى ساعتها عن الأنفاء اللي بخاف كم كيلو وكم آآ فتحة ويعني صعب لصول دلوقتي أي حد هيظهر على اللي بتاع بيت لو دا كان موجود دلوقتي الأنفاء والناس اللي موجودة أكيد كنا هنخش حرب ليه بقى؟ لأنك أنت الأنفاء حد استخدامها إسرائيل ضربت عليه دا إسرائيل بتضرب على رابعات الإسحاف فهتطوله جوه أرضنا فهنتر الرد الحاجة التانية السكان اللي على الحدود آآ زي ما حصل كده بس ما جاش على سكان آآ جسم طاير طيارة مسيارة بتاع سواروخة دبابة غلط نزلت على العمارة ولا حاجة آآ أصابت كان برضو نفسك كس فدي رؤية 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 قامنا قوم ممكن ناس ساعتها زي بقولك بعض النغبة ما أبلهاش ووصفوا إن دا تهجير هو مش تهجير لأن التهجير هو اللي بيحصل في غزة دلوقتي إنك بتمشي ناس غزبا عنها وتدهاش بديل لكن اللي أنت بتعمله أنت كنت بتدي مساكن بديلة والتهجير ليه لفظ قانون دولي صعب لكن مع ذلك إسرائيل بتعمل دلوقتي لكن إنت ما كنتش بتعمل تهجير إنت بتاخد ناس من مكان توديهم مكان تاني بضمانات معينة وبيتفاهمهم إن دا التدعيات الأمن القوم مش دا بس إنت كمان لما حلت مشكلة إرهاب تخيل لو الإرهاب موجود في سينة دلوقتي والناس اللي كان بيتعلق أعلام على المستشفيات وبتاعه بيضربك كمان موجودين دلوقتي وضربوا صاروخ الناحى التاني من بالك قلت برضو هيحصل لك مشكلة المهم في الأمر كمان وده اللي برضو لمأثر على الانتخابات الرئاسية من وجه النظري إن في تطابق في الرؤية الشعبية مع الرؤية الرسمية صح يا في المياه يعني 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 قلت قبل كده إن الرؤية الرسمية أو القرارات الرسمية مع النبض الشعبي مع الإعلام التلاتة يا جديد يكونوا متطبكين بدرجة كبيرة جدا جدا فيش فجوة بينها ودي قل ما تحصل ندرك جدا وذاتا في مواضيع غزة كانت غزة مع احترامي لكل الناس كانت أي أزمة في غزة كانت بتبقى مصر هي اللي بتتلقى كل الطعنات هي اللي تبذل كل المجهود وهي اللي تتلقى كل الطعنات وتاخد اتهمات منها لحد بعض وتاخد من هنا داخلا وخارجا آه واللي عايزك تحارب متراحه واللي عايزك مش عالف تعمل إيه واللي عايزك تخش تكسر الحدود يعني كل الناس أنا بستغرب على كل الناس مثلا اللي بتكلم على فتح الحدود فتح المعبر انت كنت دك بارح مع الشركة المتحدة اه وشفت الحدود مفتوحة طبعا كون بقى جانب الفلسطيني اللي هو تحت إشراف إسرائيل ما بيفتحش وكون إن إسرائيل بتدرب المعبر من ناحية التانية فمحدش يقدر يعدي إلا موافقة منها انت ليه بتقولي ان أنا مش فاتح؟ ما أنا فاتح مش بس كده ده أنا اللي دخلت رممت الطريق تاني عشان الشحنات بتاعتي تعرف تعدي ناحية تانية لا وإنت وإنت كمان يعني إنت دلوقتي إنت النهاردة مستضيف وطبعا دول إخواتنا وعلى رأسنا من فوق ونعد يعني نعالجهم لمئة سنة قدام وما نقولش لا لكن إنت في كل ظروف اللي إنت فيها دي الاقتصادية واتقال بي إنت بتتحمل العبء وحدك أكتر كمية من شحنات مصر عاملها كل الهيصة دي لكن أكتر شحنات في ظل ظروف ما قد يقترب من حوالي 83-84% جاي من مصر أه لا وإنت كمان إنت دايما بتتكلم على إن السلع عندك إنت عندك احتياطي ست شهور فطبعا أكتر بتاخد من الاحتياطي مع ظل ظروف الدولار والاستراد وروسيا وأوكرانيا والأمحي القليل وكسس كتير الحاجات الصحية المستشفيات كل ده إنت بتعمله لأهلنا في غزة وده هذا ليس كلام للمن ولا حاجة ده واجب علينا أتقلم الواجب كمان لكن أقصد أن أنت كمصري فخور وسعيد بدولتك إن هي بتعمل حاجة الملمح بقى اللي ذكرته ده هي مسألة التطابق ما بين الشارع وصنع القرار في الموقف بتاع غزة أنا وحضتك هنفتكر سنة 2008 العكس تماما العكس لأنه كان الشارع كان في جهة الشارع خلينا أقول برضه إن الشارع دلوقتي أكثر وعية الشارع ساعتها ما كانش أكثر وعية للأسف بدليل إن الكلام اللي قاله السفيرة أبو الغيت والناس خدته عليه وبعدين كان فيه تحريد من بعض دول المنطقة ضد نظام المصري وقتها وكان فيه أحيانا دربكة في الأزمة في إدارة الأزمة داخل مصر فكل ده قدى إن يبقى شعبية النظام أو الضرب فيك بسبب غزة كبيرة أنت دلوقتي أنا عايز أقول لك على مفاجأة أنت أكيد عارفها لأن كل الشباب والبنات الصغيرين لأول مرة المقاطعة بتنجح بشكل كبير جدا ومسرين وعليها تصميم رهيب نفسي يعملوا كده مع الناس اللي بتغلي الأصار أه اللي أول مرة هذا الجيل وأنا بقولك يعني ومتأكد جيل ما بعد 7 أكتوبر غير جيل ما قبل 7 أكتوبر جيل ما قبل الحرب على فلسطين وغزة غير جيل ما بعد الحرب ليه بقى؟ لأن الولادة والبنات أزهنهم اتفتحت على قضية ودول بقى زينا بلسة بيعود يدوروا بكتب وابتلأ ده هم دخلوا على النت تدوروا على أصل القضية من زمان ودي فرصة كويسة للقضية كانت مش عايزة أقول ماتت لكن كانت تراخت على المستوى الشعبي يعني نقدر دون الأجيال القديمة وأخ بالك وطبعا والدك الله رحمه والناس اللي كان ليهم يعني دور كبير في هذا الأمر وأجيالنا طبعا حافظة القضية الفلسطينية لكن الأجيال الزغيرة ما كانتش مستوعبة يعني إيه فلسطين فجاءت قصة غزة دي برغم كل ما سواها فرصة لهذه الأجيال إن هي تتعلم وتعرف إيه فلسطين وإيه مصر بتعمل إيه ومصر قدمت إيه والمنطقة العربية عملت إيه ومواقف كل الدول إيه وبيقعدوا يفسروا ويحللوا ويقابلوا هذا الجيل من وجهة نظري بعد حرب على فلسطين فلسطين مش هيكتفي بكصة فلسطين لأنه هو زهنه فتح خلاص فهيبدأ يتابع السياسة دي أول قضية سياسية يتابعوها يعني رأيي إن من آخر 2013 الجيل اللي كان متفتح في 2013 ده آخر حاجة سياسة تابعوها ويهتموا بيها بعد كده خلاص كل واحد ينشغل في حالة الجيل الجديد ده من بعد 7 أكتوبر أنا بتخيل إن دول هتلاقيهم طول الوقت هيسيبوا بقى الانطباعات اللي على الفيسبوك والحاجات اللطيفة وبتاعه ويبدأوا يتكلموا في السياسة ودي فرصة كويسة للدولة المصرية إن أنت تبقى عندك جيل جديد واعي مدرك ومدرك التحديات وفي أزمة كبيرة وفي دور مصر فيها في أزمة مصر فيها لها دور خطير وفيش حد في العالم كله بيتكلم عن الأزمة إلا ما لازم تيجي سيرة مصر إلا ما لازم يجي دور المصر إلا ما لازم يجي المناجدة المصر إلا ما عايز تطلع رهائن مصر عايز تدخل مشاعدات مصر عايز تتفاوض مصر عايز تعرف حقيقة اللي بيحصل على الأرض مصر عايز تعدل معبر مصر عايز تعمل مؤتمر مصر عايز تتفاوض مصر مع الطرفين بدليل والناس اللي بتقولك المعبر مش مفتوح اللي يقل أمريكا تدخل في وساطة مع مصر وإسرائيل عشان تطلع اتنين واحد جزتين من جوه إيه اللي يخلي أمريكا تدخل في وساطة عشان تدخل الشاحنات لأنه مصر فاتح المعبر ألا إني مصر فاتح المعبر لو مصر قفل المعبر يبقى خلاص ما كانش كل الجمل دي تحطر ولو أسرائيل مش هي اللي بتعييك المعبر إيه اللي يدخل أمريكا فطبعا الكلام بقى اللي هو السخن اللي إحنا خلينا برضو نفكر الناس بفرصة إن القرية الفلسطينية في مدى تاريخها كان الإخوان يحرقون العالم الأمريكي والعالم الإسرائيلي في كل مظاهر أنا شفت أعلام أمريكا وإسرائيل بيتحرقوا لما أشباعهم أهما قلنا يا كيف أهما فيش آه لكن وقت المواجهة ووقت ما تولوا الحكم كانوا عايزين يبيعوا السيناء ده صحيح بصفقة القرن وده كلام أبو مازن عباس أبو مازن أيوة وكان وقتها لسه الله يرحمه يعني محمد مرسي كان لسه عايش أه وأبو مازن قالوا أنا مستعد لمواجهته أه وأيضا شفنا الجواب الشهير بتاع صديقي بريز صديقي الوفي مش عارفين بعد ما كانوا بيشوفوا إن أمريكا وشفنا حتى تويتا من خيرة الشاطر بالإنجليزي لما حصلت مظاهرات أمام السفارة الأمريكية بيتطمن على موظفين السفارة الأمريكية بينما مثلا لما الناس المصريين ماتوا قدام للتحدية ما كتب لهمش تويتا ولا الهوى فالقضية قضية إن الموقف المصري اللي ماشي على عدة محاور المحور الأول هو إصال المساعدات المحور الثاني وده اشتغلنا فيه وبازلت مصر فيه جهد كبيرة المحور الثاني اللي هو هدنة وأعتقد مجلس الأمن النهاردة ممكن يعني نتمنى أن يطلع قرار بهدنة أهم ممرات إنسانية هم وفقوا على المشروع اللي قدمته ملطة المشروع الملطي أه اللي هو ما 12 دولة وفقوا عليه اللي هو ممرات إنسانية نفسي بقى المشروع الثاني اللي مصر شغال عليه اللي هي الهدنة فالهدنة شوية لحد ما نوصل بقى للمرحلات الثالثة وهي يعني إكرار سلام حل شامل وعادل وهو حل الدولتين طيب أنا هسأزنك هطلع فاصل طيب حتك سيدة العارفين لازم نطلع فاصل والأقليم والأقليم والمنطقة العربية دي السؤال بقى هل ده يلقي بظلال إيجابية على الشارع السياسي المصري مستقبلا أي إنه الجيل ده جيل سنوي والجامعة ده اللي طلعوا مبهرين جدا هنقدر نكمل بيهم فيبقى فيه عندي كوادر سياسة تملأ العمل الحزبي والحياة السياسية المصرية ونعول عليهم وبالتالي بقى هو ده شكل من أشكال الربط التالي وحنا بنتكلم على الانتخابات الرئاسية استنونا بعد الفاصل طيب ازاي حضرتكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير بدرجع مرة تانية وبالمناسبة مش بعيدا عن الانتخابات الرئاسية لكن في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية قررت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة اعلانية بالتساوي وذلك اعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة واللي بتعود على الوطن بالنفع والفائد على ان تكون هذه الاعلانات مجانية بالكامل مقدمة من الشركة المتحدة وانه يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم اذاعتها في اوقات مشاهدة جيدة بس كده لا وبالعدل بين المرشحين طبعا كل ده بيجرى دعما وتأكيدا لحق حضرتك سيدي المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين واضطروحاتهم المختلفة وتشجيعا ايضا للمواطنين انهم يخوضوا هذه المعركة حقهم في اختيار المرشح اختار اللي انت عايزه هتشوف اعلانات الكل بالتساوي بالعدل وفقا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات وحضرتك تختار اللي انت عايزه والشركة لا تنحاز الى اي احد ومتؤكد الشركة المتحدة انه هذه الشركة تقف على مسافة وحدة بين كل المرشحين وهنا هرجع مرة تانية بكل الترحيب الدكتور محمود مسلم كتبنا الصحفي الكبير طبعا ورئيس مجلس قدرة الوطن وعضو مجلس الشيوخ وكنا بنتكلم على هذا الجيل الصاعد الوعد المبنى بابل الجيل الصاعد الوعد انا بس عايزة اعزيدك من الشعر بيت ان الشركة المتحدة ايضا قررت المشاركة مع المرشحين ومساعدتهم في تصميم الاعلانات ليس فقط ازعتها ولكن تصميم الاعلانات يعني الفرق الفنية المختصة بتصميم الاعلانات بشكل كبير ستسعم ابلغة المرشحين الموجودين بذلك من الشركة من غير امر جدعنة يعني لا فيش جدعنة هي قصة هي قصة بنتكلم عن حياد وبتتكلم على دعم للعملية الانتخابية اللي اكيد بزخمها بيعود على مصر كلها لان انت عارف الشركة من الاول اطلقت بيان انها على مسافة متساوية من كل المرشحين كل المرشحين بتنزل اخبارهم وده حقهم وليس يعني فضل من الشركة على كل القنوات وكل الصحف وتواصلت مع المرشحين من اليوم الاول وبتنشر اخبارهم في كل القنوات في كل الصحف ودلوقتي بقى كمان على مستوى الاعلانات ان فيه كل واحد اللي مية دقيقة اعلان يقدر يزحى على كل المساهمة في تصميم اعلانات المرشحين والمساهمة في تصميم مساهمة ودون مقابل ودون مقابل وده تبلغ للمرشحين من شوية من نص ساعة كده وكلهم يعني بيشيدوا بهذه الخطوة من الشركة المتحدة طيب ده شيء رائع جدا طيب تعالي ناخد الحاجتين دول بالمناسبة بقى مع بعض وانا اظن ان هناك رابط انا عندي جيل الحقيقة الحقيقة مبهر مبهر ومحدش كان يصدق ده يعني انا ما صدقش ان عيالي انا عيالانة اه وهم احفظ مصطفى وتحية يبقى في عندهم اهتمام بالقضية لانه هذا الجيل اللي انا كنت بقى وقدره اقل مما يقدر بصراحة كله مش بس عيالي كنت بقى شعور بحزن كده لما لانا عديقها بتفرجوا على تيك توك وبتاع لا حول ولا قوة إلا الارث راح يا ولاد فلاقي انه كل هذا الجيل ايا كان المستوى الاجتماعي ايا كان موجود في انهي مدرسة ايا كان موجود في انهي جامعة في انهي كلية اهتمام حقيقي وفاعل بالقضية وبيشتغلوا على دعمها بشكل فعلي وعملي وما الى ذلك وفي نفس الوقت انا بقى هنا بطمح انه هذا الجيل مش بالضرورة انه هما لازم يكونوا في السن اللي يسمح لهم بالانتخاب لكن هو يبقى مهتم اذا كمان بالسياسة الداخلية وبالانتخابات ويقرأ عن المرشحين تتوقع انه هيجي هذا الاهتمام وفي يوم من الايام نشوف كوادر سياسية كبيرة من الجيل ده اه يعني انا اقدر اقولك ان ازهانهم انفتحت او تفتحت وان القضية فلسطين كقضية سياسية وانسانية اه هما مش منظور لها بمنظور عربي زينا هما منظور لها بمنظور سياسي وانساني وبدأوا بقى يتعرفوا على الطبيعة احنا خلي بقى لك احنا لما بدأنا كنا بنقضها بمنظور قولي عربي وكل الاغاني العروبة حفظينها عن ظهر قلب نسمع عن دمنا هما لأ هما اخذينا منظور سياسي وانساني ومنظور ظلم شايفين ناس بتموت وده جيل يعني ما تقرب معربش من الحاجات دي قبل كده اه وشايفين كمان مخاطر علينا وشايفين مصر مشاركة مع تباين توجهاتهم هذا الجيل ما اعتقدش انه هو لما هيخلص غزة هيقفل ويقول خلاص بقى احنا كده يعني عملنا علينا ونرجع تاني نلعب بقى ونشوف لا اظن اعتقد ليه بقى لانه هو زي بقولك جيل مختلف هو جيل وانا برضو يعني بناتي نفس الاهتمام بي اللي هو بتقعد تبحث بقى تشوف قضية فلسطين مين ويجيب الخريطة طب غزة فين طب شمالها فين طب النقب فين طب والاسماء الاصلية بتاعت المدن اه والاسماء الاصلية طب ودي ايه طب وهم ليه خدوا طب وليه راحوا طب وإحنا سبنا ليه كده طب والدولة دي ليه موقفها دي بدأوا بقى يدرسوا التاريخ ويدرسوا التفاصيل والحاجات اللي هي الابجادية بالنسبة لنا اللي احنا كنا بالنسبة لنا ابجادية يعني احنا حاربنا تلاتة وسببين عشان خطر هي بالنسبة لهم كانت مجهولة فدلوقتي بدأوا يعرفوها فاتوقع ان هذا الجيل سيستمر وانا عايز اقولك ان المقاطعة المراضي جديتها النجاية من جيل صغير مش من الاجيل الكبير وجيل صغير بيحرد الاجيال الكبير ان هي تلتزم بالمقاطعة دي اقوى موجة مقاطعة حصلت في 25 سنة اه وبيرقبها ومهتم وبيشيروا كل ما يلاقوا محل من المحلات اللي عمليها لمقاطعة فاضي يشيروه ويشجعه بعض ونسبة كبيرة وفعلا عمليين وقسرت اه وانا مش عارف حتى الامريكان اه اللي هما قعدوا احنا انت عارف طبعا احنا عندنا جرح مع الامريكان من 2011 ل2013-14 طبعا وبعدها الامريكان كانوا بيعملوا حاجات كده عايزين يحسنوا الصورة الزهنية في مصر وفي الشرق الاوسط او في المجتمع العربي تحسين الصورة الزهنية على الامريكان جاءت حرب غزة دي دمرت كل الصورة الزهنية بتاعت الامريكان رجعتهم لاصلهم بقى اصلهم المربع رقم صفرة تاني اه اللي هو المسندة الدائمة لاسرائيل اصلهم في دعمهم اللي هي الشعارات اللي هي كانت تتقال زمان بتتأكد بشكل فعلي الامريكان دعمهم لاسرائيل دعم اه اه دعم رهيب انا حتى بقريت طبعا ما احترامنا للشعوب الشعوب يعني لسه كان فيه مظاهرة في شيكاغو فيه لسه اه صحف نشرة رئيس وزراء كندا في مطعم الناس دخلوا المتظاهرين دخلوا ديقوا وبياكلوا عشان اللي بيحصل في فلسين لكن الحكومات موقفها غريب حكومات موقفها غريب دعم لاسرائيل بشكل كبير ودعم يعني رهيب وكلامهم كده مش مفهوم وإحنا عندنا واحد الجنن لانه حاس ان هو خد يعني قلم جامد يوم سبع اكتوبر فماشي عام زال مجنون عايز يحافظ على كرسيه بأي تمن فعمال يقتل في الناس ويعمل كل حاجة بغباوة شديدة وكل ما شعبيته تقل كل ما يتغابه اكتر كل ما حد يطلب طالب بعزله يتغابه اكتر واكتر والجماعة مسندينه الحكومات الغربية مسنده بشكل عنيف فبشكل فيه فجر انا اعتقد اه طول عمره كان موجود لكن ما كانش بالفجر ده لأول مرة ممكن رئيس امريكي ينتقل الاسرائيل في حالة حرب ويحضر مجلس الحرب والاسلحة لأول مرة ممكن بتتحرك في ازمة بين اه يعني اسرائيل وفلسطين اه غياب تام لكل المنظمات الدولية باستثناء الراجل حتى بتاع الامر المتحدة لما قال رأيه يعني حملة رهيبة عليه دلوقتي حملة على اي حد يتكلم فلسطين ايه كأن يعني ونيتانياه اللي حاول انه طول الوقت يربط بين حماس ودعش وده ربط غير يعني دول الناس تحت احتلال شعب محتل من حق انه القوم وحاول يخلي سبع اكتوبر زيها زي احداث نيورك في سبتمبر والحقيقة فشل في انه يضفي هذه الصورة على الزهن او يعني يغرس هذه الصورة في الزهن العالمي اه والدنيا يعني صعبة واعتقد مصر يعني اداءها كان جيد جدا هذه الازمة من اول يوم من اول يوم مصر رفضت تطلع الاجانب الا ما اندخل مساعدات صحيح من اول يوم مصر رفضت لقاء الرئيس الامريكي لما جي في الاوردن بمجرد ما حصل مستشفى المعمداني مزبوط مصر حتى الان ربطت بشكل قاطع بين خروج الاجانب ودخول المساعدات مصر حتى الان تحاول اجراء مش عايز اقول صفقة ولكن تحاول خروج الاطفال والنساء الاسرائيليين الرهائن من غزة مقابل ايضا الافراج عن النساء والاطفال الفلسطينيين اللي في السجون السرائيليين فالموقف صعب لان ما نقدرش نقول برضو ان فيه وحدة عربية زي ما كان موجود قبل كده وهذا اكثر ما يؤلم عشان كده بقيت لما بسمع الاغاني زمان بتاعة القوامة العربية ما بقيتش دمع زي زمان اه والله خالص اه بس الولاد والبنات والجيل ده بيدمعوا لما بيشوفوا الاحداث الدامية في غزة ربنا يفرج عنهم ويعدي الازمة دي على خير ربنا يسطر انا عايز اشكرك جدا 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 على وجودك معنا النهاردة نورتنا وشرفتنا واخرناك وزهرناك كل الشكر ليك كاتبنا الصحف الكبير استاذ محمود مسلم رئيس مجلس ادارة صحيفة الوطن وعضو مجلس الشيوخ انت ممكن تسمي اللي حصل يوم 7 اكتوبر طبعا هو تسميته العسكرية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية ايه طفان الاقصر بس انت ممكن تسميها الصفعة الكبرى على وجه بين يميننا تانية وتحديدة لانه الصفعة الكبرى في تاريخ الكيان الصووني المحتل كانت يوم 6 اكتوبر 73 اما الصفعة الكبرى على وجه بين يميننا تانية فكانت يوم 7 اكتوبر 20-23 ولنا في ذلك حديث اذا كان لنا العمر نقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات